بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله علوان حكايتنا اليوم زوجتي بنت المحظوظة اقول لكم على حاجة قبل ما نبدأ بس ما حدش يقول له مش هي معاه ماجستير في الإدارة العامة بس سدقوني ما تعرفش حاجة في الإدارة العامة ولا حتى الخاصة صح أنا تسجنت بس ما كانش بإيدي هعمل إيه لتلات مكانات عطل وفجأة وكمان ما كانش روم بتغيير وكنت هعمل إيه للضرائب لحاجة سدر المصنع هي صح وأنا مسجون ندحت في تشغيل المصنع وحققت أكبر مكاسب ممكنة وجدلت حاجات وعملت حاجات كتير بس كله بالحظ والبركة بقول لكم ما تنسوش الأجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكمان شوفوا فيديو همس الحبايب في كلام مهم جدا وفي رقم للتواصل معي يلا بينا على الحكاية بل رغم من أن رسالتها للماجستير كانت في علم الإدارة العامة إلا أنها وبكل المقاييس لم تكن من وجهة النظر الواقعية والعلمية تفهم في الإدارة العامة ولا حتى الخاصة كما قلت لكم في المقدم فما ندرسه في الجامعات شيء وما نواجهه في الحياة العامة شيء مختلف ولو أنني طبقت في عملي ما كانت تشير علي به لن تهى بي الأمر إلى الإفلاس الأكيد ومع ذلك فقد شاء حظي التعس أن أترك لها مصنعي الصغير تحت رحمتها وتحت رحمة نظرياتها المتطورة في علم الإدارة على فكرة مؤول نظرياتها تأدبا فلم تكن تحمل في رأسها سوى ما يمكن تسميته بالخزعبلات الإداري المصنع به أربع ماكنات كبيرة وعشرون عاملا وخمسة من الموظفين الإداريين وهو مخصص لإنتاج نوع معين من الجوارب والملابس الداخلية القطنية كنت أدير المصنع وحساباته وعمليات تسويق الإنتاج بانضباط شديد محققا قدرا معقولا من الأربع ولكني بالرغم من كل انضباطي وحزمي في الإدارة فوجئت بالمصائب تنهال علي واحدة تلو الأخرى ففي أسبوع واحد توقفت ثلاث ماكنات ولم نجد قطع الغيار الخاصة بها في السوق وقيل لي أن المصانع لم تعد تنتج هذا النوع من الماكنات أو حتى قطع الغيار الخاصة بها وقامت مصلحة الضرائب بتوقيع الحجز على المصنع مطالبة إياي بمبالغ رهيبة نتيجة لتقديراته جزافية على أرباح خرافية لا يمكن أن يحققها مصنع في حجم مصنعه بالإضافة لتقلبات في أسعار السوق وظهور منفس أقوياء أغلقوا مناطق بأكمالها في وجهي أما الكارثة الحقيقية فكانت السجن نعم السجن تم اقطي يدي من مصنعي وفي يدي القيود الحقيقية إلى السجن لأنني خالفت مادة لا أعرفها في قانون الاستراض والتصدير في المرة الوحيدة والحزينة التي قمت فيها بتصدير بعض إنتاج المصنع وبسبب إهمال موظف صغير في البنك اتهمت بالتهريب وإلى أن يثبت القضاء براءتي وأن مبالغ العمنة الصعبة المطلوبة تم تحويلها وقد حولت بالفعل في الموعد القانوني كان لابد أن أقضي في السجن ستة شهور نعم ستة شهور مئة وتمانين يوم كاملين أخيرا جاءت الفرصة لزوجاتي الحبيبة وبنت المحظوظة لتجرب خزع بلاتها في علم الإدارة الحديثة كان من السهل بالطبع أن أتنبأ بما سيحدث لها والمصنع إذا كنت أنا بكل خبراتي وانضباطي وفهمي انتهى بي الأمر إلى السجن فما بالك بما سيحدث لها بكل رومانسيتها وجهلها بالواقع الوحشي للحياة العملية استرها يا رب عندما كانت تزورني لم أكن أحدث عن المصنع فقد كنت أخشى أن تخبرني بما يصيبني بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية كنت مهتم بشيء واحد التركيز على النضال والجهاد لإثبات براءتي ثم الخروج من السجن اللعين لتصفية المصنع المرحوم سابقا وإغلاقه لأبد في لحظة خروج من السجن كانت في انتظاره ذهبنا معا إلى المصنع وهناك كانت المفاجأة كان المصنع يشغي بالحركة والماكنات تدور بكامل طاقتها فصلت خمسة عمال وقامت بتعيين عشرة كما قامت بتعيين مهندسة صيانة شابة تولت عملية تصنيع كل قطع الغيار المطلوبة كيف لم أنتبه لهذه الفكرة من قبل بالفاعل لابد من مهندس صيانة مقيم ودائم بدلا من الاستعانة بشركات صيانة التي تقوم بعملها على طريق تسديد الخنات وهذه كانت الكارثة بالإضافة لذلك فقد استطعت زوجتي أن تحل مشكلة الضرائب وأن ترفع الحجز عن المصنع ذهبت للمسؤول وأغمى عليها طبعا تمثيلية حرين أغمى عليها في مكتبه وعندما أفاقت إن خرطت في بكاء حاد وبكاء شديد يمزق نياط القلوب ثم أثبتت للمسؤول أن المصنع كان يحقق خسائر طوال العشرة أعوام الماضية كما قامت بشراء مكينة تقوم بطبيع الصور الملونة على القماش وبذلك ظهرت في الأسواق فانيلا جديدة عليها صورة للاعب كرة قدم شهير في صبيحة اليوم التالي لإحرازه خمسة أهداف في مرمى ناد الخصم وانهالت عليها ألاف الطلبات فتمكنت بذلك من تسديد ثمن الماكينة في شهر واحد كما رفعت أجور ومرتبات العمال والموظفين وأضافت بندا جديدا هو بند الحوافز والمكفاءات فحولت العمال إلى عفاريت وشياطين أمام الماكينات لدرجة أن ترحبهم بي وتهنئتهم لي بمناسبة الإفراج عني لم يستار دقيقة واحدة عادوا بعدها توا لعملهم قد تقولون أن زوجتي تفهم أكثر مني في علم الإدارة وأقول لكم لا وقد ذكرت لكم ذلك في المقدمة أنا أفوقها فهما ووعيا ومعرفة ولكنها تستطيع أن تفعل أشياء لا يقتر عليها الرجال هل أستطيع أنا أو أقبل أن أنهر باكيا في مصلحة الضرائب هل يطاوعني قلبي الضعيف على فصل خمسة عمال لمجرد أنهم مهملون هل أغامر بشراء ماكينة جديدة دون أن أقوم بعمل دراسة جدوى دقيقة لاحتياجة السوق لست أمكر أنها نجحت في قيادة العمل في المصنع في غيابي ولكنها هي نفسها احترفت في تلك الليلة بأن الحظ والحظ وحده كان وراء ذلك النجاح انتهت الحكاية وانتظرون في الحكاية الجاية اشتركوا في القناة